اشتركوا في القناة في خلواته يرتكب المعاصي بس قدام الناس ما يرتكب المعاصي ليش؟ لأنه ما يخاف من الله بس يخاف من الناس يخاف سمعته قدام الناس تروح وهذا علامة ضعف الإيمان والمؤمن الحقيقي المؤمن الذي سره وعلانيته واحد كما لا يرتكب المعصية في العلانية كذلك لا يرتكب المعصية في السر إذا واحد صار سره وعلانيته واحدة هذا مؤمن وإذا صار سره أحسن من علانيته فهذا بعد درجة إيمانه أكثر يصلي صلوات المستحبة بالبيت مثلا قدام الناس ما يصليها المستحب أن النوافل الإنسان يصليها بالبيت والفرائض يصليها بالمسجد قدام الناس أما النوافل المستحبات بالبيت ونستجير بالله إذا واحد ظاهره صار أحسن من باطنه فهذا هو من علام النفاق أيضا نستجير بالله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر